للي معرفش أوبو نزلت ثلاث هواتف من سلسلة أوبو فايند اكس 5 فايند اكس 5 برو فايند اكس 5 وفايند اكس 5 لايت احنا مبارح عمالنا مراجعة لهاتف أوبو فايند اكس 5 برو على القناة فخلينا النهاردة بقى نشوف الفايند اكس العادي ونشوف الهاتف ده هيقدم لنا ايه اول حاجة يا اهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي دايما من اوارنا احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف أوبو فايند اكس 5 وهنتكلم عن كل حاجة عن الهاتف مواصفات ومميزات وعيوب وكل حاجة زي العادة وفي اخر الفيديو هنوضح لك السعر في مصر وفي السعودية والسعر اطلاق الهاتف او سعر الهاتف بالدولار سواء بقى كانت اسعار احنا متوقعينها او ان كانت اسعار رسمية ما تنساش بس تدعمنا بلايك واشتراك وعايزين نوصل مئة الف مشترك فايند اتماعاتش كتير ويلا بينا نبدأ الفيديو في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد مواصفات هاتف أوبو فايند اكس 5 اول حاجة نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي من نوع اموليد وبتيجي بحجم ستة وخمسة وخمسين من مية بوصة بجودة فول اتش دي بلاس وبدقة الفين وربعمية في الف وتمانين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات ربعمية واثنين بيكسل لكل انش هنا كاميرا الهاتف الامامية بتيجي على شكل صجب ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز والشاشة بتدعم اتش دي ارتين بلاس وعليها طبقة حماية جوريلا جلس فيكتوس طبعا الشاشة ممتازة وهتاخد منها اداء ممتاز ولكن يعني كنا نتمنى لو كانت بجودة كواد اتش دي بلاس في الفئة دي لانه الفئة عالية ولكن بشكل عام يعني الشاشة مش وحشة خالص بالعكس الشاشة هتقدم لك تجربة كويسة هنا الهاتف بيجي بمعالج سناب دراجون 888 بدقة تصنيع 5 نانو والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس ركز معايا المعالج مش وحش لا المعالج جبار وكويس جدا ولكنه موجود في هواتف بسعر هقلب كتير من الهاتف ده يعني على الال يعني كان مفروض يكون الهاتف هنا بمعالج سناب دراجون 8 جين 1 الجديد ولكن عموما المعالج مش وحش لا المعالج كويس جدا وهيقدم لك ده كويس سواء بقى في الاستخدام اليومي او في الالعاب او اي حاجة ممكن تستخدمها وكمان المعالج موفر الطاقة بشكل كبير وزي مولد المعالج جبار وكوي ولكنه مش الافضل في الفئة دي وهتعرفوا ليه هو مش الافضل في المقارنة لفي اخر الفيديو هنا الهاتف بيجي بنسخة وحيدة وهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام والهاتف مش بيدعم تركيب كرت ممري خارجي الهاتف هنا جاي بتلت كاميرات خلفية اول كاميرا 50 ميجابيكسل ودي كاميرا الهاتف الاساسية وفيها تسبيت بصري والكاميرا التانية 13 ميجابيكسل ودي كاميرا تلي فوتو لعمل زوم لحد 2 اكس بدون خسارة في الجودة والتالتة 50 ميجابيكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة الكاميرا الخلفية بتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 او 60 فريم في السنية وكمان بتصور فول اتش دي من 30 لحد 240 فريم في السنية وكمان الكاميرا الخلفية فيها تسبيت الكتروني اثناء تصوير الفيديو الكاميرا الامامية للهاتف بتيجي 32 ميجابيكسل وبتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في السنية وبرضو فيها تسبيت الكتروني اثناء تصوير الفيديو هنا اوبو بتقدم لك بطارية بحجم 4800 ميلا امبير البطارية كويسة وهتاخد منها اداء كويس جدا لان المعالج موفر للطاقة بالاضافة لدعمها الشحن السريع بكوة 80 وط وبتدعم الشحن اللاسلك بكوة 30 وط الهاتف بيجي باندرويد 12 والهاتف بيدعم طبيعي يعني هيكون بيدعم من FC الهاتف لا يدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طيب C ظهر الهاتف بيجي من الازاز مع فريم من الالمونيوم سماعات الجهاز تدعم الاستيريو والوان الجهاز هم الابيض والاسود الجهاز هنا عندنا بيدعم مستشعر البصمة او البصمة موجودة فيه الشاشة ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن من جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما اخش عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوفوا المميزات والعيوب مميزات هاتف أوبو فايند اكس فايف الشاشة يعني زي ما قلتكم انا بنتمنى تكون بجوزة كواد اتش دي بلاس ولكنها كويسة جدا البطارية هتاخد منها اداء كويس جدا عيوب موبايل أوبو فايند اكس فايف المعالك طبعا جبار وكوي وهتاخد منه اداء ممتاز ولكن موجود في اجهزة اهل في السعر بكتير وكان مفروض يكون في الهاتف ده معالج اقوى من كده الهاتف مش بيدعم تركيب كارت ممري خارجي الهاتف مش بيدعم منفذ السماعات ودلوقتي خلينا اوضح لك سعر الجهاز في مصر وفي السعودية وسعر اطلاق الهاتف خد بالك بس ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعنها وده علشان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية تم اطلاق الهاتف في الخارج بسعر 1460 دولار السعر المتوقع في مصر 20 الف جنيه السعر المتوقع في السعودية 4750 ريال طيب احنا قلنا كل حاجة ايه بقى افضل منافس للهاتف ده في نفس فقته السعرية شاومي 12 برو الهاتف ده اقوى منافس لهاتف اوبو فايند اكس فايف هنخش على مقارنة شاملة او مقارنة كويسة بين الجهازين ولكن قبل ما نخش على مقارنة بينهم احب اقولك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي 12 برو لو تحب تشوف المراجعة هتلاقي من اللينك اللي هيكون تحت الفيديو او من اللاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي نقارن اول حاجة المعالجات وهنا اوبو بيجي بمعالج سناب دراجون 888 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 1 وهنا معالج شاومي بيتفوق اوبو بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز وشاومي بيجي بشاشة اموليد بجودة كواد اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز وهنا شاشة شاومي بتتفوق بسبب انها بجودة اعلى اوبو بيجي ببطارية 4800 ميلا امبير وشاومي بيجي ببطارية 4600 ميلا امبير وهنا بطارية اوبو بتتفوق اوبو بيدعم شحن السريع بكوة 80 واط والشاومي بيدعم شحن السريع بكوة 120 واط وهنا الشاومي بتتفوق يلا نشوف الفرق ما بين الجهازين بس خلينا عارفين ان سعر الجهازين اسعار احنا متوقعينها وده لانهم لسه منزلوش رسميا في مصر سعر اوبو المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 20 ألف جنيه سعر شاومي المتوقع نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 15 ألف جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتم مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه اي هاتف معين عايزين نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان استني اراك في هاتف اوبو فايند اكس فايف اتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة